مع كل تغير عسكري يطرأ على الجغرافيا السورية وفي ظل الصراع الدامي على الأرض تنطلق الأحادث عن التقسيم معززة بفكرة المؤامرة الدولية المستمرة في بلد كان قدره أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية مؤخرا وقبل عشرة أيام القاسر جيري باكوف نائب وزير الخارجية الروسي قنبلة سياسية أثارت المخاوف مجددا بشأن مصر وحدة سوريا إذ أكد أن موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها مشككا في إمكانية بقاء سوريا دولة موحدة إثر التطورات التي طرأت على الساحة من جهته حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا في آذار مارس الماضي من شبح التقسيم المجسد على الأرض واصفا إياه بالأمر الكارثي على سوريا والمنطقة برمتها شبكة بلومبرغ الأمريكية سلطت الضوء على القمة الثلاثية الأخيرة لكل من تركيا وإيران وروسيا في أنقرة وقالت إن هذا التحالف قد ينتهي بالاتفاق إلى تقسيم الدولة السورية الأمر الذي يضحض الإدعاءات المترافقة بها كذل قاءات حول ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا سيما وإن المعطيات على الأرض توحي بعكس ذلك تماما حيث يرى مراقبون أن التقسيم بات واقعا مجسدا قد ينتج دويلات ويسوقون أدلة ليس أقلها سيطرة روسيا على منطقة الساحل السوري بدءا من اللاذقية ووصولا إلى حمص ودمشق وقد أقامت فيها قواعد عسكرية بحرية وبرية ومطارات وثبتت وجودها العسكري باتفاقية مذلة أبرمتها مع النظام السوري تقر بتحول القواعد العسكرية الروسية إلى قوة احتلال شبه دائم في سوريا أما إيران فقد ضمنت الطريق الممتدة من طهران إلى بيروت مرورا ببغداد ودمشق وتنشر في سوريا أكثر من سبعين ألف عنصر من ميليشيات حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية والأفغانية هذا فضلا عن قواعد ومصانع أسلحة وضباط وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وسواهم أما منطقة شرق الفرات أو الجزيرة السورية فتقوم بإدارتها مكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تمثل شعوب الشمال السوري شمال سوريا الغربي يقع تحت سيطرة الاحتلال التركي ويمتد من مدينة جرابلوس وصولا إلى مدينة الباب لكنها لم تكن كافية بالنسبة لطموحات القادة الأتراك الذين احتلوا منطقة عفرين ولا يخفون مطامع لهم في حلب السورية وصولا إلى الموصل وكركوكا في العراق كما تؤكد الروايات التركية لإعادة أمجاد السلطنة العثمانية الغابرة الكاتب السوري غازي دحمان أوضح في مقالة له نشرتها صحيفة الحياة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أن فكرة تقسيم سوريا شكلت خطة بديلة يضعها الروس والإيرانيون في جيوبهم فليس لديهم إشكالية في التكيف مع واقع تقسيمي مع ثلاثة أو أربعة أطراف ويريد بوتين الإطلالة على العالم من خلال سوريا كما أطل من خلال أوكرانيا والقرم لكنه في الوقت عينه يدرك أن سوريا ليست أوكرانيا وأنه عاجز عن اقتطاع سوريا كما اقتطع القرم مراقبون يرون بأن الفيدرالية أصبحت بمثابة الحل الوحيد للأزمة السورية لأنها لا تعني التقسيم كون أكثر البلدان قوة واستقرارا تلك التي يديرها نظام فيدرالي ترجمة نانسي قنقر